كرنبال كرة القدم في العالم لقب بطل العالم في اللعبة الأكثر شعبية في اللعبة الأكثر متابعة في اللعبة التي تستحوذ على اهتمام الجماهير في كل أرجاء المعمورة اليوم إحنا ما حدث تاريخي بالوطن العربي بالنسبة لكرة القدم لأول مرة في تاريخ هذه اللعبة تستضيف دولة عربية هذه البطولة الكبيرة كأس العالم قطر اليوم رح تعلن أن الدوحة عاصمة كرة القدم في العالم نعم حاليا كل الأنظار نحو الدوحة نحو قطر كل أنظار عشاك كرة القدم نحو قطر فبالتالي في هذه الفترة قطر هي دولة كرة القدم وفي هذه الأيام دوحة عاصمة كرة القدم بالتأكيد ثقة كبيرة جدا بنجاح المنديال العربي يقام في دولة عربية فهو منديال عربي كل الأماني أن يكون المنديال الأقوى والأفضل والأمتع وصاحب التنظيم الأفضل في تاريخ هذه اللعبة وبالتأكيد نشوف انتقادات قبل أن يبدأ المنديال ونشوف ردات فعل سلبية خاصة من بعض الدول كرة القدم اللي لها تاريخ كبير في كرة القدم لأنه بلاشت تشعر أن قطر رح تتفوق ورح تنجح في هذه الاستضافة والبكتوب نبين من عنوانه كل شيء متوفر كل شيء جاهز كل شيء على سوية عالية وإحنا كعرب بنحب نشوف هذا أفضل منديال لأنه منديال العرب لأنه منديال في دولة عربية خلينا نركز على الإيجابيات وعن نجاحات وهذا نجاح لدولة عربية في استضافة كأس العالم وإن شاء الله رح يكون نجاح في تنظيم كأس العالم حتى النهاية وإن شاء الله رح يكون منديال كرة القدم الأفضل وهذا من المفروض أنه يسعد الجميع جميع العرب أن تشوفوا دولة عربية تنجح وتحقق النجاح الكبير قطر لحد الآن بتنجح كل يوم بتنجح البنية التحتية على أعلى مستوى الملاعب على أعلى مستوى ومن حق قطر أنه يكون عادات المتعودين عليها القوانين والتعليمات والأنظمة والأمور الرسمية حسب القوانين القطرية تكون سارية في المنديال من حقها شو يعني أنه منتخب ألمانيا يرجع لأن الطيارة فيها رسومات للمثليين هذه تعليمات قطر وتعليمات اللي نابع للدين نرفضها وهي بتستضيف البطولة شو يعني من حق قطر تمنع بايع الخمور وهي دولة إسلامية تطبق الإسلام لما تروح الدول العربية تلعب في أوروبا أو تلعب كأس العالم بأمريكا الجنوبية يطبق القوانين والتعليمات في هذه الدول فهذا حق لقطر وهذا نجاح كبير لقطر أعتبره بقمة النجاح لقطر فإحنا اليوم نتمنى نجاح هذا المونديال وأنا ما عندي شك أنه مونديال قطر رح يكون مونديال ناجح بتمنى المساندة من كل الجماهير العربية لقطر في هذا المونديال العربي ما كانوا هم يوم يتوقعوا أنه في دولة عربية رح تنظم كأس العالم حتى من يوم ما قطر فازت بحقوق استضافة كأس العالم والتشكيك في المونديال قبل أن يبدأ ولما شافوا البنية التحتية صار في صدمة عندهم كيف هذه الملاعب صارت كيف هذه البنية التحتية صارت كيف هذا التطور كيف هذه التكنولوجيا لكن فعلا قطر الآن تمثل العرب في استضافة أكبر حدث كاراوي في العالم اللي بنتمنى يكون الأفضل في تاريخ هذه اللعبة اليوم طبعا حفل الافتتاح بعد حفل الافتتاح المباراة الافتتاحية أنا كثير كنت سعيد وأنا أشوف في ملاعب يتم افتتاحها بقراءة الكرآن الكريم الحمد لله رب العالمين واليوم احنا بافتتاح المنديال في ملعب البيت اللي يتسع لستين ألف متفرج اللي سيكونوا كلهم موجودين اليوم في المباراة الافتتاحية اللي بتجمع منتخب قطر بطال آسيا 2019 مع منتخب الإكوادور المتأهل عن قارة أمريكا الجنوبية إلى كأس العالم مجموعة قطر في كأس العالم مجموعة صعبة قطر هولندا طواحين السنغال والإكوادور الإكوادور اتأهلت عن أمريكا الجنوبية بالمركز الرابع يعني كانت تلعب مع البرازيل والأرجنتين والإرقوي وهك وقطر بصفتها الدولة المستضيفة قطر 51 عالميا الإكوادور 46 عالميا قطر المنتخب اللي تم العمل به بسنوات طويلة من معظم من أكاديمية سباير اللاعب كانوا شباب صغار فئات سنية انتقلوا لحتى وصلوا لتمثيل المنتخب والفوز بكأس آسيا نفس المدرب سانشيز من مدرسة برشلونا من الفئات العمرية ببرشلونا يجي درب بس باير بالالفين واربعطاش مع مجموعة بالالفين وسبعطاش صار المدير الفني للمنتخب الأول بالالفين وتسعطاش فاز ببطولة آسيا واليوم هو على الموعد مع التحدي الحقيقي كأس العالم أكيد احنا ما بنطالب يعني ما بنحكي انه في دولة عربية راح تفوز بكأس العالم بس احنا بنتمنى نشوف الدول العربية في أفضل حال في هاي البطولة سانشيز بالثلاثة خمسة اثنين حتى نكون أكثر واقعية بالخمسة ثلاثة اثنين طريقة اللعب اللي بلعب فيها منتخب قطر معظم اللاعبين بتعرفوهم خاصة اللي بتابع الأندية القطرية واللي تابع منتخب قطر بالسنوات الأخيرة تعديلات بسيطة الأسماء هي هي سنوات من الاستقرار الفني الحارس سعد الشيب المنتخب القطري بالخمسة ثلاثة اثنين تلتق له دفاع خوخي بوعلام عبد الكريم حسن وبسام الراوي أو بيدرو ميجيل لكن أنا بتوقع بسام الراوي المنتخب القطري باعتمد دائما في وسط الملعب على كريم بوضياف وحسن الهيدروس وعبد العزيز حاتم كريم بوضياف قائد ألعاب الفريق بوسط الملعب أطراف الملعب إسماعيل محمد وأحمد علاء الديني اللي عم بيكونوا الظاهرين يعني في المنتخب القطري بطريقة الخمسة ثلاثة اثنين وممكن إذا تحب التحولات إنهم يتحولوا للأمام ويكونوا يتحول الطريقة إلى ثلاثة خمسة ثلاثة في الهجوم بالتأكيد كلكم بتعرفوا أكرم عفي في النجم القطري المعروف والهداف المعز علي القطر مع مين بتلعب؟ مع الإكوادور مع كرة أمريكا اللاتينية أربعة ثلاثة ثلاثة تتحول مرات إلى أربعة أربعة ثلاثة ودربهم الفارو حقق نتائج كبيرة وأهل الفريق لكأس العالم مباراة واحدة صارت قبل سنوات بين قطر والإكوادور وفاز فيها المنتخب العنابي هذا لكن لا شيء الفريق الإكوادوري اتأهل ضمن منافسة شرسة مع منتخبات أمريكا الجنوبية أسماء كبيرة في المنتخب الإكوادوري ما فيه لكنه عنده أسماء جيدة لكنها مش من نجوم الشباك في العالم يعني هم فيه عدد كبير يلعبوا بالأندي الأوروبية ويعتمدوا كثير على الهداف وفي فالانسيا اللي كان سابقا نعتقد بوستهام والآن بالدوري التركي وممزوجين بين لاعبين الشباب والخبرة وهم بيعتمدوا بأسلوب الانتظار والترقب وثم التحولات هي كان يلعبوا بأمريكا الجنوبية لما كان يلعبوا مع منتخبات أعلى منهم كانوا ينتظروا في نص الملعب يدافعوا بنص الملعب أحيانا يعملوا الدفاع عالي في ملعب المنافس بس معظم الأوقات بالدفاع منتصف الملعب وبعد ذلك الهجمات المرتدة لكن هل هذا أسلوبهم أمام قطر؟ هذا رح تكشف عند المباراة الفريق الإكوادوري اللي برصده آخر ثلاث مباريات ودية كان آخر واحدة كانت مع العراق كلها تعادل سلبي سفر سفر مع اليابان سفر سفر فمروا بمرحلة استعدادات انتهت سفر سفر ما في تسجيل أهداف وما في أهداف تسجلت في مرماهم لكن هذه ليست مقاييس قطر اليوم الممثل العرب في هاي المباراة احنا بسعدنا وبهمنا انها تحقق نتيجة كبيرة وتحقق الفوز لأنه مبارياتها القادمة بالمجموعة أصعب واحنا طموحاتنا انه المنتخبات العربية تتألق في كأس العالم وانه نشوفها بدور السطاش وبعد يوم طموحاتنا أعلى مع انه بنعرف الفوارث الكبيرة في قرة القدم وانا بحكي قطر اذا بدها فعلا تعمل بصمة في كأس العالم اللي على أرضها وتتأهل للدور الثاني دور السطاش مطلوب منها اليوم تفوز على الإكوادور احنا كل قلوبنا بتشجع قطر كلنا مع قطر مباراة صعبة على قطر جميع مبارياتها في كأس العالم صعبة زي ما هي جميع مباريات المنتخبات العربية بس هذا المنتخب المتجانس مع سانشيز اللي له سنوات طويلة مع سانشيز المنتخب اللي انشغل عليه من قبل 2013 و14 لعيبي بالسبير اللي في 2017 نفس المدير الفني الأول لهذا المنتخب سانشيز اللي في 2019 أخذ آسيا اللي عند لخاض أكبر مراحل استعدادية وتحضير نتمنى أنه هذا ينعكس اليوم على أرض الملعب في مواجهة منتخب قوي لكن مش الفوارق العالية جدا جدا لكنه قوي كرة أمريكا اللاتينية أمام كرة قطر العربية اللي بصبغة بصبغة الاستحواذ واللعب الجماعي وبالطريقة الإسبانية أكثر مع مدرب إسباني سنوات طويلة في سبير أجل من برشلونة على قطر في 2014 ولا حد الآن بيشتغل في قطر اليوم كل الأماني قطر تعمل إنجاز في حفل افتتاح مميز في تنظيم مميز وهذا على ثقة فيه في كأس عالم مميز في نسخة للذكرى ظل الجميع يحكي شفتوا قبل كم سنة نسخة قطر في كأس العالم كانت الأحسن كانت الأفضل كانت الأرواح هاي أمانينا وكمان نتمنى من منتخب قطر يعبر اليوم الإكوادور ويحقق أول ثلاث مقاط في أول مشاركة لمنتخب عربي منتخب قطر للمنتخب العربي العنابي القطري في كأس العالم يسعد أيامكم جميعا ترجمة نانسي قنقر